اشتركوا في القناة الارض كوكب مميز وهو ضمن وحدة الارض والكون في هذا الدرس سوف نتحدث على ميزات كوكب الارض وعلى اغلفة سطح الارض نبدأ الان بتعرف او تحدث عن ميزات الارض الارض هي احد الكواكب السيارة ولها قمر واحد وهي الكوكب الثالث من حيث البعض عن الشمس وهذا يسمح بان تكون كمية الضوء والحرارة فيها كافية وملائمة لحياة الكائنات الحية والسمرارها طبعا شكل الارض كروة ايضا تتميز الارض بتوفر الماء بحالاته الثلاثة الصلبة والسائلة والغازية فالصلبة في الحالة الصلبة نجده في الجليد مثلا في القطب الجنوبة والقطب الشمالة ايضا سائلة كمية البحار والانهار والمحيطات وغازية وهو بخار الماء الموجود في الجوم كما يعتبر جو الارض باحتوائي على غاز الأكسجين كما يتميز عقوان جو الارض باحتوائي على غاز الأكسجين الضروري للتنفس للكائنات الحية ايضا يتميز بقدرته على امتصاص وعكس معظم الاشعاعات الشمسية الضارة ايضا مميزات الارض الارض دورتان دورة حول محورها ودورة حول الشمس طبعا يعتبر محور الارض هو خطوة ممائل يمتد من القطب الشمالة الى القطب الجنوبة مرورا بمركز الارض تدور الارض حول محورها دورة كاملة كل 24 ساعة تقريبا وتسمى هذه الفترة يوما اما دورة الارض حول الشمس بتتم حوالي 365 يوما وربع اليوم لتفادي هذا الربع نضيف يوم كامل كل 4 سنوات طبعا الى شهر شباط فيصبح 29 يوما بدل من 28 يوما طبعا هذا كل 4 سنوات طبعا وهنا تسمى السنة بالسنة الكبيسة ننتقل الان صغاري لتعرف على اغلفة سطح الارض طبعا هناك ثلاثة اغلفة مميزة للارض اولا الغلاف الصخري ثانيا الغلاف المائي ثالثا الغلاف الجرع نبدأ اولا بالغلاف الصخري يسمى هذا الغلاف القشرة الارضية وهو عبارة عن طبقة رقيقة تغطي الكرة الارضية باكمالها فهي تشكل اليابسة بما تحتويه بما فيها منقارات وقاع البحار والمحيطات طبعا غالبا العديد من الصغار يخطؤون ويعتقدون ان القشرة الارضية هي عبارة فقط عن اليابسة ولكن يجب التسكير بان قاع البحار والمحيطات هو جزء من القشرة الارضية طبعا ننتقل الان الى الغلاف المائي يتألف هذا الغلاف من المحيطات البحار البحيرات الانهار وايضا المسطحات المغطات بالجليد كالقطب الشمالي والجنوبة والمياه الجوفية طبعا يغطي الغلاف المائي حوالي 71% من سطح الكرة الارضية بينما تغطي اليابسة 29% فقط من سطح الارض وهذا نشاهده عند رؤية الكرة الارضية من الفضاء ننتقل الان الى الغلاف الجوي يتألف هذا الغلاف بشكل رئيسي من غازين رئيسيين هما النتروجين بنسبة 78% والاكسجين بنسبة 21% اما باقي الغازات المكونة للهواء فلا تتعدى نسبتها 1% طبعا ينقسم الغلاف الجوي الى قسمين الغلاف القريب والغلاف البعيد طبعا الغلاف القريب يشكل تقريبا 99% من كتلة الهواء فيه يتحدد الطقس وتتكون الرياح والغيوم يمتد الى مسافة 80 كيلومتر ارتفاعا طبعا تكمن اهميته ايضا في احتوائه على طبقة الاوزون القادرة على امتصاص كمية كبيرة من الاشعة فوق البنفساجية الناتجة عن اشعة الشمس مما يجنب الكائنات الحية الموجودة على الارض من ضرر هذه الاشعة اما الغلاف البعيد فتميز بقلة الهواء فيه ويصل الى ارتفاع 800 كيلومتر تقريبا طبعا الى هون بيكون درسنا انتهى اتمنى التوفيق للجميع في حال وجود اي سؤال او استفسار ارجو عدم التردد للاجابة عليه دمتم بخير وبامان الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة